في لحظة غضب وتسرع وبشكل هجومي مباغت أقدم رجل ألماني على قتل عاملا في محطة وقود بعد خلاف حول ارتداء الكمامة فبعد أن ملأ سيارته بالوقود غادر المحطة ليعود بعد ذلك مرتديا قناع الوجه وأطلق النار على العامل قبل أن يلوذ بالفرار لكن سرعان معتقلت الشرطة الألمانية الرجل البالغة من العمر 49 عاما وقالت السلطات في بلدة ترير غرب ألمانيا إن المشتبه به أبلغ رجال الشرطة أنه تصرف ذلك بدافع الغضب بعد أن طلب منه العامل ذو العشرين في محطة الوقود ارتداء قناع الوجه وأفادت الشرطة في بيان قال المشتبه به أثناء الاستجواب إنه يرفض الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا نتذكر هنا القول الشهير لا يغني حذر من قدر فالموت الذي كان يخشاه العامل من كورونا جاءه على هيئة رصاصة تخترق جسده تعددت الأسباب والموت واحد